أحلام وأهلا بكل مشاهدين إذن يرتقب أن تستمر الوضعية الجوية المستقرة فيما يخص أغلب المناطق الشمالية وكذلك الولايات الجنوبية خلال ظهيرة اليوم وحتى خلال الأيام القليلة المقبلة مع تسجيل دائما درجة حرارة مرتفعة تقريبا فيما يخص أغلب ولايات الوطن وحسب التوقعات طويلة المدى تؤكد النماذج الرقمية للرصد الجوي على أن المنخفض للضغط الجوي إذن قامت مركز دائما على مستوى حوض البحر الأبيض المتوسط أو المرتفع للضغط الجوي فأكيد تبقى درجات الحرارة مرتفعة خلال الأيام القليلة المقبلة فيما يخص أغلب المناطق الشمالية وكذلك الولايات الجنوبية مع أكيد استقرار في العناصر الجوية وبالتالي سيكون فيه انعدام تساقط الأمطار للأسف خلال الأيام القليلة المقبلة وحسب التوقعات طويلة المدى هذا إلى غاية إن شاء الله السادس عشر من شهر أكتوبر يعني تبقى الوضعية الجوبية بإذن الله مستقرة على أغلب المناطق الشمالية فقط على أقصى الجنوب الجزائري نحو مرتفعات الهوغار والتسلي احتمال تتشكل بعض الخلايا الرعدية المنعزلة مرفوقة بتساقط بعض الأمطار إن شاء الله وكذلك احتمال تشكل بعض الخلايا الرعدية المنعزلة أواخر الظهيرة فيما يخص المناطق الداخلية الغربية إن شاء الله أما توقع درجات الحرارة المسجلة بإذن الله خلال ظهيرة اليوم ستلامس في حدود إن شاء الله 20 درجة على الجزائر العاصمة لبليدة وبومرداس فيما يخص وهران مستغانم وعينتي موشنت ستصل بإذن الله إلى 30 درجة فيما يخص كل من عنابة ديجل سيكدا وبجاية تصل إن شاء الله خلال ظهيرة اليوم إلى حوالي 28 درجة مرتفعة بيتيزي وزو 33 درجة 35 درجة بيشلف وغيليزان حتى بيسيدي بالعباس عين الدفلة الجلفة وكذلك تيارة تصل بإذن الله إلى حوالي 33 درجة خلال ظهيرة اليوم باتنا خنشلة بيسا قسنطينا وأم لبواقي تتراوح على العبوب إن شاء الله بين حوالي 28 إلى 30 درجة نلاحظوا إن شاء الله خلال الأربعاء وكذلك الخميس درجة الحرارة ستكون مرتفعة إن شاء الله على المناطق الساحلية تتعدى 30 درجة والمناطق الداخلية الهضاب العليا ومنطقة الأوراس قد تتعدى 36 درجة خاصة فيما يخص المناطق الداخلية الغربزة الولايات الجنوبية كأعلى مقياس فيما يخص أضرار تمياوين ورقان إن شاء الله في حدود 42 درجة بشار بن عباس نحو غردايا زلفانة والمنعة تتراوح إن شاء الله خلال ظهيرة اليوم بين حوالي 37 حتى 30 و40 درجة إليزي جانت وإنمينس تصل بإذن الله إلى حوالي 40 درجة خلال ظهيرة اليوم مع حركة الرياح ستكون من ضعيفة إلى معتدلة ممكن يكون فيه تطاير بعض الزوابع الرملية فيما يخص وسط الصحراء وأقصى الجنوب الجزائري للإشارة نسبة الرطوبة ستقارب في حدود 45 بالمئة خلال ظهيرة اليوم أما عن توقعات حالة البحر فيبقى دائما هذا إلى قليل الاثتراب وهذا على كافة السواحل الوطني الرياح لن تتعدى سرعة 30 كم في الساعة مع رؤية متوسطة وعلو والأمواج يتروح بين أقل من المتر إلى المتر وهذا على كافة السواحل الغربية الوسطى وكذلك الشرقية فيما يخص خلال الأيام القليلة المقبلة يبقى دائما البحر هذا إلى قليل الاثتراب وهذا على طول الشريط الساحلي إذن مشاهدين كانت هذه تفاصيل الوضعية الجوبيا المرتقبة إن شاء الله خلال الساعة القليلة المقبلة أشكركم على كرم الإصائي والمتابعة والعودة إليك يا أحلام شكرا لك يا هانا خاطرية على كل هذه التفاصيل اشتركوا في القناة